تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن من يناير الجاري وتنظمه دائرة الثقافة في الشارقة على مدار سبعة أيام بمشاركة أكثر من سبعين شاعرا وشاعرة وناقدا وإعلاميا يمثلون الدول العربية وقال سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إن مهرجان الشارقة للشعر العربي يشكل منصة شعرية مميزة في ساحة الثقافية العربية بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة حيث أسست الدورات المتعاقبة لمشهد شعري متنوع انطلاقا من أسماء شعرية عربية مثلت أجيالا مختلفة وجمعها الإبداع على إنتاج الشعر العربي الأصيل وأشار إلى أن المهرجان سيشهد عرض مسرحية مجلس الحيرة من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة ومن إنتاج مسرح الشارقة الوطنية كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة موسيقى